السلام عليكم حبيباتي سلام يا الزينات مرحبا بكم معايا في هادلا فيديو جديدان ان شاء الله تلقاكم بخير في هادلا فيديو ان شاء الله هني رايح نشارك معاكم وصفات رمضانية هاقدر اللي رايح يصلى وش طيب ان شاء الله هني رايح نحيا لها التخمام والحيرة مقبل ما نشوفوا كل التفاصيل نصلوا ونسلموا معا بعض على الحبيب المصطفى عليه افضل صلاة والسلام هنا في البداية راح نشارك معاكم وش طلبت من عند لاباج انستغرام خيامة ياسمينا اللي نحب دايما انتعامل معاها اللي شتوا معايا من قبل طاجين اللي حلو تحها شباح الصفرة اللي كانوا بزاف هايلين ما شاء الله هادك النوقة تحها تاني المهم يعني صراحة يعجبني كامل وش تديرو هاد المرة شوفو جبتوا من عندها هاد المقيرة الصغير شوفو كيفاش يجي مرمل ومع السلح حتى للقلب وكي تاكلو خياتي تحسوا بالبنة هاديك تعالها مغغاغين واسمن المهم يعني حاجة لمخدومة في الدار حاجة بالطبع وشها مش كما هادك المقيرة بتاع المحلات اللي يجي يا بس كالحجرة وتاني هاد البلاطولي مشكل هنا يا بهاد المعسلات هادو ما عدنا ثلاثة انواع عدنا هاد الميني محنشة هادي لمخدومة باللوز وبالبندق تاني معسلة وكخوستيانت وش نقولكم ما شاء الله بزاف ابنينا روعة 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 مخدومة كما قلت لكم باللوز وبالبندق هادي المحنشة هادي وعدنا تاني خياتي هادك ميني سيقاغ ولكن هو تاني عنده ذوق اخر هادا خياتي مخدوم بالذوق تاع البخانة مخدوم باللوز وكامل وفي لوقو تاع البخانة هاكدا بش يجي مختلف شوية في الذوق على هاديك المحنشة هاوليك تاني كخوستيان معسل حتى للقلب وما نحكي لكمش على ميني سامسة هادي اللي راهي بالقلاس هاش فيروروشي بالشوكولا تاني من اطيب ما يكون حتى هادي خياتي راهي محشية باللوز والجوز راني خليت لكم هنا خياتي رقم الهاتف اذا عندكم مثلا ضيوف للصهرة ولا كنتين تيرا كي رايحة معروضة للصهرة ما ألقيت شوش تدي في يدك دونك هادي فكرة بزاف هايلة ويخدموا تاني طلبية كبار حتى الاعراس وراح تشوفوهم معايا ان شاء الله في اخر الفيديو في طاولة الصهرة بالنسبة للاخوات اللي راهم يطلبوا مني يعني الفريقونس تاعة زهراتي في وكامل اه قولكم راني نجوز فيها الساعة العشرة ونصة الصباح وهناك اعادة تاني مع العشية خياتي وبالنسبة للفريقونس هاي اللي كانا امامكم هادي هي الفريقونس جديدة دونك ان شاء الله تطلعوها وتستمتعو بالوصفات اللي حضرتهم لكم على قناة زهراتي في وضوكا بدون ايطالا رحوا نشوفوا معايا الطابق الرئيسي اللي رايحة نقترحو عليكم اليوم هنا خديت لها كوكوت مينوت ديالي درتها تسخن حطيت عليها شوية زيت ومغرفة صغيرة تعسمن حطيت عليها هنا يا حبابصل صغيرة تكون بيان غابي حطيت هنا يا قطعة تعال الحم ومرصوط تعال الجاج من الصدر هادك نحتاجه خياتي ممكن تعودو الحم بالجاج تاني وفالا حطيت شوية تعال المعدنوس نحطو شوية تعال فلفل لكحل الملح ودرت عود صغير تعال قرفة هنا يا في هاد الطاجين هادا ما حبيش نكتر بزاف التوابل ديفوها كشو نحبو نستبنو الريحة تعال الحم كتر من ريحة تعال التوابل وساعة كي نكتروا منهم تاني كشو اللي يغطيونا على البنة تعال الحم كيما اليوم ما حبيش هاد المريقة البيضة ما حبيش نكتر لها التوابل خليتهم يتقلوا مليح مليح ومبعدها من رقت بالما سخون كمية يعني تاني غير قليلة من كتروش قسمة يطيب الناء هاداك الحم هنا غلقت على الكوكوت مينوت ديالي وحسبت لها الوقت حوالي عشرين دقيقة يعني لطون يطيب لي هاداك الحم وهاديك الحميصة هاداك الوقت خياتين ريحة نقترح عليكم فكرة ولا يعني اعادة تدوير تعال الاكل كنت شاركت معكم عفوان الفيديو اللي فاتت هاداك الرولي هادا كانت قولي منو زوج دوائر وكان عندي تاني في الفريجيدر شوية جاج مفتت قالو قلت اليوم نستغلهم باش ندير بهم حشو للمملاحات لنا رايحة نحطهم اليوم في الطاولة اديالي هنا اخدت مقلة احطت فيها شوية زيت احطيت هنا حباب بصل صغيرة تاني مرحية قلت هاداك البصل حتى دبل ارميت عليه هنا كيما قلت لكم هاداك زوج دوائر تعروا لي وشوية جاج تاني مرحي عاودت رحيتهم كامل في الاشواخياتي وارميتهم هنا على هاداك البصل زيت عليهم شوية تعال ماعد نوس وعاودت لهم شوية توابل ملح وفلفلكحل هادا ماكا وخليتهم يتقلوا يعني صدقوني ولت عندهم بنا بزاف هادا بهاد الشكل وهكذا يعني بش من ضيعوش الماكلة مامخياتي كي تبقى لكم ماكلة هكذا مثلا مقدرتوش تاكلوها ولا دلوها في بوغت مانجي حطوها في الكنجيلاتور كي جوز رمضان هكذا دفوه نحصلو ولا نخرجو ومن ضخلوش بكري يعني هاداك الماكلة رحي نسخنوها وناكلوها وهكذا نحي نتفادو التبغير هنا بعد ما طيبت هاداك الافرس تعلموا ملاحة هنا بعد ما جلسة عشرين دقيقة رحي صونت لي في الساعة هادك تعالى كوكوت راني حلتها شوفو هنا ينحي هادك القطعات تعصدر الداجج يعني قطعة غير صغيرة بركة ناحية نحتاجوها وهنا يدرب طلع له هاداك الحم ثاني لقيتو طاب زبدة طاب ما شاء الله مام هادك الحميصة هنا هاده هي الكوكوتخيتي اللي طيبت فيها اليوم لاماك جاتكو كي مراكو تشوفوا معايا عندها الساعة تحا هايلك هنا كي مراكو تشوفوا معايا فيها سيستام دي سيكوريتي يعني فيها تاع الحماية ما فيها حتا دانجي كي مراكو تشوفوا دي سويت سوغ دي ستان لستيل بخومي شواء تاع الإينوكس نوعية جيدة الله يبارك هاده خياتي ترفض تقريبا ستة لتر يعني الحجم ديالها ما شاء الله حتا لامبالا اشتحها بزاف شباب وحنشوفوها معا بعد خياتي كيفاش دايرا هايلك هنايا هادا الغيطاء ديالها ليجي هكدا بيان امبالي وهايلك الكوكوت مينوت ديالنا هادا دليل الاستعمال ديالها وطريقة يعني كيفاش نحافظو عليها او كامل وهايلك الكوكوت مينوت ديالنا يعني الإينوكس حا بزاف شباب وحاجة رزينة وطقيلة اه كتشوفو في الإينوكس حا كيفاش يبريين ما شاء الله عندها البوانيتا وحا غاباتا بالكي ما كتشوفو يعني نقدرو نهبطوهم كيما شغل الكوكوت مينوت تعسب نحبو نهبطوهم نحبو نطلعوهم هكدا بش ما يدوناش مكان اذا كان خبيناهم في البلاكا ولا مثلا كنا نطيبو فوق الكوكوتة وعدنا بزاف تناجر نقدرو نهبطو الهالي بش ما يعنينا ما يدوناش بزاف مكان هايلي كنا خياتي مقريفيا ديزويت سوغدي ستانل ستيل ستيل جيرماني كيما راكو تشوفو دوك راهي كوبي على الكوكوت الألمانية ذات الجودة العالية كيما راكو تشوفو معايا نشوفو هنا مع بعض خياتي هدا هو الغيطاء ديالها عندها واحد الميكانيزم سيستام تاعو بزاف هايلي هنا فيها سيستام دي سيكيريتي كيما قوت لكم هنا وين نخرجو ديالها وهنا مين يعني نغلقوها فيها زوج تعلق فالي جيها وين نغلقوها جيها وين نفتحوها تاني بخاتيك بل بزاف وهدي الامينوترية والساعة اللي جي معاها دونك هاكدا باش نريقليوها الوقت تعل الماكلة ديالنا وتصونينا خاصا إذا كنا مثلا مشغولين ولا هايليك نركبوها هاكدا ويعني نريقليو الوقت حال نحبو وراي رايحة يعني تبدا تخدم يعني كي تبدا تصفر لكوكوت مينوتر هاوليك الغيطاء ديالها كيما كتوهو فيه خياتي باللون ديالو بزاف شباب دونك فيها جيها وين نغلقو و جيها وين نفتحو بطريقة بزاف سهلة وبخاتيك بالبزاف هايليك هنا امامكم هادي خياتي وفرت هانا لاباج فيسبوك كلافيغ ميناج جبت هانا بسعر هاي البزاف دارت مليون وستمية وخمسين الف والتوصيل راهو مجاني خياتي وين ما كنتو يجيبوها لكم حتى باب المنزل دونك اي واحدة مازال ما عندهاش كوكوتا في هدا رمضان ورا هي حصلة في الطياب جبتلك كوكوتا كيما يقولوا حاجة خفيفة ضريفة احتعاونك في الطياب تلقيها امام في العد الكبير في المناسابات يعني ولا غير تسلك كيما انا طيبتلي هادك الحم في عشرين دقيقة وكانت المريقة تعي راهي واجدة اهنا خياتي كنت فورت شوية بطاطا هادي البنات باش نكملوا الطابق الرئيسي دياننا لنا حين نرافقوها مع هاديك السلصة البيضة هاوليك هادك مرسو تعالجاج اللي نحيتو من المريقة جوزتو في الاشواغ ولا نقدروا نفتته باليد ونزيدوه لهاديك البطاطا ونديرو معها قطعة تاع الجبن ولكن ما نكتروش بالزاف حوالي حبه ولا زجمو ثلاثات تاع الجبن نزيدو عليها شوية تع فلفل لكحل شوية تاع الملح انا مكترتش لاني كيفو وردها فوردها بالملح ونزيدو شوية تع معدنو سم قطع عرقيق ونخلطوها مليح مليح اهنا البطاطا دياننا لازم نعبزوها كي تكون سخونة هاكدا باش تجي دايبة ويعني تترحى معانا مليح مليح اهنا مباشرة خياتي نقدرو ندهنو يدنا بشوي زيت ولا بشوي ياما ونبعدا نشكلو كويرات هاكدا منديرو مش لحجم بزاف كبير نقدرو نحشوهم بقطعة تاع الجبن الابيض وننكوروهم هاكدا بهات الطريقة تحبو تديروهم خياتي كشغل اصابع تحبو تديروهم هاكدا كشغل دويرات اهنا يعني لكم الاختيار ونبعدا نديروهم لابانيوغ انجليز هنا عندي فارينا عندي حبة بيض وعدنا لا شابلوغ يعني نكوروهم قبل في الفارينا ونبعدا نجوزوهم في البيض ونبعدا في لا شابلوغ ونكمل هاكدا بنفس الطريقة حتى نكملهم كامل نرمدهم من الاحسن ونبعدا خياتي ندخلوهم للمجمد حوالي هاكدا كربع ساعة ونبعدا نروحو نقلوهم هاكدا بهات الطريقة باش ما يتفتحو لناش يبقوا محافظين على الشكل اديالهم يعني من الاحسن خياتي ما تقلوهم يوجد ان البطاطة ليوم سخونة لازم تبرد مليح مليح وبعدا في المقلن يضيعو كمية المليحة عزケ للزيد ونقلوهم على نار تكون قاويه لانو كل الشرا طائيب كي ما شدو معايا هاكدا برك يعني باش تمتم ياخدو تحميره وكي ما قد لكم باش ما يتفتحو الناش يعني هاتيك الباطاطة ويبقى محافظين على الشكل اديالهم هنا خلاصا معإيكم الكوائرات ما بقاليي فاريكم بعد chessواء بدوا معايا هذه الطابقة الياننا اللي شاركتوا معاكم في شكله النهائي. هذيك لفخص لي طيبتها شفوا معايا خياتي قسمتها اعلى زوج. شوية كنت ستلها شوية من هذيك الباطاطا اللي كنت عبستها. ودرت بها بورك كيمارا كنت شوفوا معايا. يعني هنا دائما كيمي يقولوا نحب نعطيكم افكار باش نضربوا عصفورين بحاجر واحد. وهذاك الجزء التاني اللي بقى لي شوفوا معايا البنات زيتلو حبا بيت. وزيتلو شوية تعلاك خين فخاش. وخلطهم مليح مليح. تقدرو حتى تزيدو شوية زيتون زيتون عفوا مقطع رقيق دين وايوتي. وتخلطو معا هكدا باش ما يكونش عندهم نفس البناة يعني لي يكل بورك. ما حش يكون عندو نفس البناة كي يكلو هاد ليميني كيش هادوما. دائما نتحايلو على افراد الحائلة باش يعني نحطوا لهم طاولة الله يبارك مع مرة ولكن باقل جهد وباقل تكاليف. آآ بعد ما عمرتهم لبنات هنا يا من فوق زيتلو شوية تعالجبن المبشور. وندخلوهم للفرن. انا شعلت لهم النار من فوق برك لانو هادوك لي ميني كيش هادوك ولا لي فوندو تختصالي هادوك راهم طايبين كنت جبتهم المجمد. وكنت شاركتهم معاكم خياتي من قبل. درنا كمية لبس بيها. كيما قوت لكم انا درتهم في المجمد ودوكا هاكدا يعني مرة مرة راني نجبد منهم. هاكدا يعني راهم مواجدين نديلوهم برك هاكدا اون فاقس كي ماشتوا معايا يبقى لكم مرسو جاج تفتتي تزيدولو شوية تعالاك خامف خاشو شوية هاكدا فرماجو كامل. وانتيك حت عمري هادوك لي فوندو تخت. آآ يبقى ليش شغل كبير نحاولو دائما نقصو قد ما نقدرو قبل الفطور من معان من يعني الكوزينة نخملوها وكامل. سيختو إلا كنتو كيما انا كي ناكلو. راناحي نتقالو شوية. دونك هاكدا نحي ننقصو علينا الجهد والتعب. هنا حكيت كامل بلاك ديالي بجافل ستيك هادا كي ماشتوا معايا يرغون ويفحفح الحالة. واش نقول كوم يستيك ان الحالة ما شاء الله. ان بلوس راهو كونسانتخي يعني هو لي رغون. وفي نفس الوقت راهو اقتصادي حتى في ثامن اديالو. والقرعة هادي حتشد لكم مدة طويلة خياتي. وريحتو ريحت نقام ما شاء الله. اهنا تاني كونس جوز شوية على هاديك تعالي زي بيس. حتى هي يعني في هادا رمضان راهي تحاسب مع الطياب والتمرميدة والقليان وكامل. راه يعني دايما تتمرمد دونك هاكدا دايما نحب نجوز عليها حتى هي. اه نجوز على دايما بستيك هاكدا. كي ما قلت لكم يعني يعطر لي الحالة وينقي ما شاء الله. وذوك اخياتي مبقى لي برك نشارك معاكم. الشكل النهائي تاع الطاولة اللي اقترحتها اليوم ان شاء الله عليكم. اليوم السادس من رمضان الفين وثلاثة وعشرين. ان شاء الله ربي بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وربي تقبل منه ومنكم صالح الاعمال. اه طاجين اه ولا كويرات البطاطا هامليك هنا خياتي. اه بالمريقة بيضة بالحميصة. اه يعني كشغل طابقة عاصمة خياتي. يجي بزاف ابنين. اه انا ولادي يعجبهم بزاف بزاف. وتاني ما فيش بزاف مكونات. انا استعملت الحم توما تقدو تعودوه بمورسو تاع الجاجبرك. يعني ماشي لازم اللحم. اه فالا انا هادا كوش كان عندي في المجمد. وهمليك لي ميني كش ديا ولي شوفو اخياتي كفش خداوه هاداك التحميره. وصدقوني جو من اطيب ما يكون. وهاداك لا فاقص تبانك شغل طيبتها جديدة. اه ما تبانش شغل حاجة لي كان طيبة من قبل. دونك نحاولو دائما يعني بهكدا كيتبقى لنا حاجة ولا. نستغلوها ونديرو بيها واصفات. كي مشتو انا بهاداك الجاجلي بقالي وهاداك الرولي لي بقالي. هاني درتباه اين فاقص للبورك. ودرتباه تاني كي مشتو اين فاقص لهادوك المملاحات. وعدنا طاجين لحلوش باح صفرة دائما متواجد. وهو ليك البورك تاني كيفاش جا محمر يجيك خوستيان تاني. والله غير جا من اطيب ما يكون خياتي. وعدنا طبيسي تعالى صالات واليوم التاني كانت عندي شرب افريك. ممكن هنا يا راني شارك معكم الطاولة في شكلها النهائي في اللحظة الاخيرة. فهد مع هاداك الماتش اللي كانت لعب تزاير. والله مع لبالي كم عام اللي كانت تلعب مي كنت مكونسانتريا مع الطياب والكوزينا وبوش نوجد الطاولة. وهاي ليك خياتي هنا شرب افريك دياننا تاني جيت شاهي. اه بهدك راسة على الحار بالحشيش والنعناع من الفق. اه وبالنسبة للطاولة تاع الصهرام تاني كنت وجتها لهم درت شوية لاتاي. وحطيت هادوك الحلويات والمعسلات تاع خيامة ياسمينة. اللي نقولها يعطيك الصحة. كانوا بزاف ابنان هادوك المعسلات. اه عجبوني بزاف بزاف. عجبوني والله غير استمتعنا بهم في الصهرام مع ولداتي مع هاداك فنجال تاع لاتاي. وانتو متاني اذا كان عندكم طهارة ولا عندكم كشمونة سابه حبيتو هاكدا يديلكم دي بوكس برسوناليزي. يعني هاكدا مثل مبارك الخيتان ولا مبارك الزاوج. راي يديلكم هاكدا دي بوكس فيهم عفايس هاكدا صغار او مينيات شوكي ما هاد الميني محنشا ميني سامسا ميني سيقاغ هادوما. راوناني خليتلكم في بداية الفيديو خياتي رقم الهاتف تاع خيامة ياسمينة. هاكدا الى كنتو حابين تطلبوا منها هاد المعسالات هادوما. ولا كنتو حابين تطلبوا الحمل الحلو للأعراس لانها تدير كمية كبيرة. ورح نخلي لكم تاني لوليان تعالى باشتاحا في صندوق الوصف. وهو مليك المملاحات خياتي هنالاني قسمتهم لكم. كما قلت لكم والله من اطيب ما يكون. مملاحة جينة هادي اللي شاركتها معاكم جات بنينا والله يا خياتي تقول قاطم. ان شاء الله اللي يشافوا الفيديو ان شاء الله يجربوا الوصفة. والبورك تاني جاء يشاهي. كانت هادي هي الطاولة تاع نهار اليوم اخياتي ان شاء الله الوصفات تكون نالت اعجابكم. واذا كان عجبتكم الفيديو تاع نهار اليوم. ما تنسونيش بجام خياتي نقلكم شاهدكم في الصحة. شاهدكم في الجنة. ربي دو من الما والنعمة علينا وعليكم. وربي تقبل مننا ومنكم صالحة الاعمال. ما بقى لي في الاخر بكن قلكم شاهدكم في الجنة خياتين. تلاقوا في فيديو واحد اخر. تهلا في صحتكم. تهلا في روحتكم. دمتم في رعاية الله وحفظه. وسلام عليكم في امان الله. وحبكم في الله. اشتركوا في القناة.